لا والله الحمد لله ماتش النهاردة علي كان عمله فجأات كبيرة جدا كسب مصنف رقم ستة وكسب مرمان شرباجي برضو مصنف رقم ثوانية ماتش كان صعب قبل النهاردة بس الحمد لله يعني قدرت هنا خلص تغير صفر يعني وعلي ما شاء الله عليه الصراحة هتلع بسرعة الساروخ وتمنى له كل التوفيق وبارك برضو كريم عبد الجواد على المكسب بتاع النهاردة مكسب غالي جدا مصنف رقم كسب مصنف رقم اثنين بول كول ماتش بكرة مش يكون سهل خالص ماتش صعب علينا احنا الى اثنين وانا لسه العبين الاسبوع اللي فات في السمي فاينل بطولة بلاك بول اديت اناكس بتاع اثنين بس ماتش رايح هنا او هنا واهم حاجة الحمد لله ان اول اربع مراكز مصريين ودي اهم حاجة وان شاء الله بطولة تضع مصري فلاي احسن بطولة في العالم في الجونة هنا اربع مصريين في السمي فاينل حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا وحاجة الحمد لله يعني برضو كان فيه ديجو الياس طار يمو من قدر ان هو يتغلب عليه وكان فيه برضو كول كول كريم النهاردة كانت مفاجأة كبيرة جدا قدر يتغلب عليه 3-0 ضغط كبير قوي الصراحة يعني يمكن بلاك بول كان بطولة خلاص خلاص خلصت من ثلاث ايام قبل بطولة الجونة ماتشطة على طول سريعة ورا بعض بس الحمد لله يعني الريكوفري على اعلى مستوى معايا يعني مدربيني ومعايا طبعا يعني الحمد لله دعم الجماهيري برضو كبير جدا دعم جماهير مصر وبالاخص جماهير النار الاهلي معايا ورايا تزقوني ممكن فترة الفات مش احسن فترة ليه بس الحمد لله قدرت ان اكسب بطول الباك بول وهنا الحمد لله في السمي فاينل ان شاء الله يعني اهم حاجة بطولة مصرية وان شاء الله يعني بنا بسطر ان شاء الله ممكن اكسب بطول على حد